وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّاً لِلَّهِ تلاحظون أن التطابق واضح وواضح جداً بين آيات القرآن وبين كلماتهم وبين أدعيتهم وزياراتهم ورواياتهم المراجع الذين حدثتكم عنهم في الحلقة الماضية وقرأت ما قرأت من كتبهم من أنهم لا يشترطون في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لإمام زمانه أو ممن له ثبات تام في معرفته وفي أمره يفترضون في أنفسهم أنهم نواب لصاحب الزمان أية مهزلة هذه أية مهزلة هذه أجواء شيعة صاحب الزمان هي هذه هذا القرآن وهذه الزيارة الجامعة الكبيرة وهذا دعاء الندبة وهكذا والذين آمنوا أشد حبا لله هذا قانون هذا القانون نجد له تطبيقا عمليا في سورة التوبة في الآية الرابعة والعشرين من سورة التوبة أتمنى أن تدققوا معي القانون المتقدم في سورة البقرة والذين أهمنوا أشد حبا لله هذا هو التطبيق هذا هو التفريع قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد الجهاد هو شأن من شؤون الأمة لكنه يرتبط بأمر رسول الله ومع ذلك فإن الآية صريحة لو أن القلوب مالت إلى العناوين المتقدمة بدلا عن هذه العناوين أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسق هذه فتوى من الله بتفسيق الذي لا يكون محبا لمحمد وآل محمد حبا شديدا فماذا تقولون عن الخوئي وعن السيستاني وعن فتاوى هؤلاء التي قرأتها عليكم من كتبه من كتاب الخوئي نفسه ومن كتاب السيستاني نفسه في الحلقة الماضية الآية صريحة هذه فتوى من الله وليست من حمير حوزة الطوسي فتوى من الله بتفسيق الذي لا يكون حبه لمحمد وآل محمد في أعلى الدرجات والحديث عن عامة المؤمنين فما بالكم بخاصة المؤمنين لحظوا أن مراجعكم في أي اتجاه يسيرون حينما أقول دائما من أن إمام زماننا الحجة بن الحسن مشرق وهؤلاء هؤلاء الثولان في حوزة النجف مغربون وفي كل لحظة يزدادون بعدا عن إمام زمانهم فهو مشرق ذاهب في تشريقه وهم مغربون ذاهبون في تغريبهم هذا قرآن هذا قرآن في الآية الخامسة والستين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة والذين آمنوا أشد حبا لله هذا تطبيق في الآية الرابعة والعشرين من سورة التوبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله الجهاد شأن من شؤون الأمة يرتبط بأمر رسول الله بأمر محمد وآل محمد فماذا تقولون عن علي الذي هو نفس رسول الله وماذا تقولون عن فاطمة التي هي روحه التي بين جنبي وماذا 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 ما وهذه العناوين ذكرت على سبيل المثال لا على سبيل الحصر لأن قلوب الناس ميالة إلى هذه العناوين وإلا فإن الآية ليست في مقام حصر العناوين قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأي شخص آخر وأي شيء آخر وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى متوقف زمان الغيب هكذا يقول محمد وآل محمد لا شأن لي بما يقوله ثيران حوزة النجاف محمد وآل محمد قالوا لنا من أن الجهاد متوقف متوقف زمان غيبة الحجة ابن الحسن إنما يتحقق الجهاد عند ظهوره الشريف هناك دفاع عن النفس هذا شيء آخر أن يغزونا الغازي أن يعتدي علينا أعداؤنا فهنا يأتي الدفاع عن النفس هذا ما هو الجهاد الذي تتحدث عنه هذه الآية الجهاد في زمان الغيبة لا وجود له جهادنا في زمان الغيبة التعجيل التمهيد لمشروع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بالضبط مثل ما قال إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه لأبي خالد الكابلي وهو يحدثه عن أهل الزمان غيبة القائم أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة يا أبا خالد إنه الكابلي يا أبا خالد إمامنا السجاد يقول إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لماذا لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة قطعا ليس الذين يأخذون دينهم من مقبرة العقول ومن حيث تعبد العجول هؤلاء هم المعجلون الذين يرفضون مراجع حوزة الطوسي مراجع حوزة التقزيم ومراجع حوزة السفاهة والسفهاء ومراجع حوزة الإرجاء إنهم المراجع الذين لا يشترطون في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لإمام زماننا أو ممن له ثبات تام في أمره هؤلاء المراجع الحمير إنهم حمير الشيعة الواقفة حمير الشيعة وهؤلاء وقفوا عند حدود ضلالهم وبتروا العقيدة السليمة بتروا هذه المضامين هذه الحقائق بتروا مضامين القرآن يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف لا يقتلون بالسيف جعلهم بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف لأنه ليس هناك من جهاد في زمان الغيبة نعم هناك دفاع عن النفس هذا شأن آخر وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف أولئك المخلصون حقا هذا لا ينطبق على مراجع النجف لماذا؟ لأنهم ليسوا مخلصين لو كانوا مخلصين حقا لتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم وأنا عرضت ما عرضت عليكم من جهالاتي وضلالاتي وتهريجي مراجع حوزة النجف عرضت عليكم أمثلة من تهريجهم ومن ضلالهم ومن ضراطهم بعبارة صريحة في الحلقة الماضية أولئك المخلصون حقا قطعا هذا الوصف لا ينطبق على مراجع النجف لأن المخلصين من أخلص لله أربعين يوما هؤلاء يعيشون إلى التسعين في أعمارهم وما أخلصوا لإمام زمانهم أربعين يوما لو أخلصوا أربعين يوما لتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم إحنا اللي نشوفهم لو خرسان ثولان لو من يحتي يقومي مسلت ويصير مضحكة هذا اللي نشوفه قدامنا ما شفنا غيرها أو أنه يهذي بالضلال كما يهذي كمال الحيدري كما أردت عليكم جانبا من حذيانه فيما يرتبط بشؤون إمام زماننا أردت ذلك عليكم في الحلقة الماضية هذا هو واقع مراجع حوزة الطوسي أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا هذا هو التمهيد وهذا هو التعجيل وهذا هو الجهاد زمان الغيب أعتقد أن المضامين واضحة وواضحة جدا إنني كما وعدتكم لن أخرجكم من سياج دائرة ثقافة الكتاب والعترة نبدأ منها ونعود إليها بدايتنا منهم ونهايتنا إليهم صلوات الله عليهم قل إن كان آباؤكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها طبيعة البشر أن يتعلق بهذه العناوين وهذه العناوين هي العناوين الأهم في الحياة اليومية للناس الكلام ليس محصورا بهذه العناوين على سبيل المثال الذين ينتظرون موت السيستاني من مراجع النجف وكربلاء لإعلان مرجعيتهم همهم الأول حبهم الأول لهذه المرجعية لهذه المناصب الدنيوية التي تلبس بلبس الدين دجلا وكذبا وزورا هؤلاء حكام دنيويون يتسلطون على الشيعة من دون أي مبرر شرعي عندهم وإلا هل هناك هل هناك من نائب لحاكم لسلطان لوزير من نائب لأي جهة لا يشترط في أوصافه أن يكون ملتصقا متمسكا بهذه الجهة التي ينوب عنها هذا الكلام لن تجدوه في أي مكان الحمير الحمير ترفضه الحمير تريد لها حمارا يقود قطيعها الطيور تريد طائرا من جنسها يقود أسرابها الخراف والنعاج تريد كبشا خروفا يتقدمها الثيران كذلك البغان كذلك العواثر كذلك القوادون كذلك اللواطون كذلك كل الناس إلا إلا مراجع النجف وكربلا إلا الخوع والسستان والبقية من مراجع النجف وكربلا من الأموات ومن الأحياء إلا هؤلاء كتبهم واضحة وصريحة وقد قرأت ما قرأت عليكم هؤلاء هم البترية هم الواقفة فهؤلاء الذين يحبون مرجعيتهم أكثر من شأن إمام زمانهم لأنهم لا يشترطون في المرجع أن يكون شديد الحب لإمام زمانه وبالتالي لن يكون شديد الحب لمشروع إمام زمانه فلن يكون معجلا سيكون مرجعا مؤخرا فهؤلاء فاسقون بفتوى من الله هذه فتوى من الله وليست من مرجع أثول من هؤلاء الثيران قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومرجعية تتأملونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله في أيامنا التعجيل والتمهيد لمشروع إمام زماننا فتربصوا تربصوا حتى يأتي الله بأمره حتى يأتي الله بأمره إنه ظهور القائم صلوات الله عليه فآيات القرآن تجري مجرى الليل والنهار مجرى الشمس والقمر في زماننا إنه ظهور القائم فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين إنكم فاسقون هذا حكم من الله هذه ما هي فتاوى قذرة يفسق فيها بعضكم بعضا بحق أو بباطل هذه فتوى من الله والله لا يهدي القوم الفاسقين اذهبوا إلى فاصل عن داوود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله فقال إن الله تبارة وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم المثاق وأن يصبر ويصابر ويرابط وأن يتقوا الله ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها قال لا خصومة فيها لعدوهم وأن يكون لهم فيها ما يحبون وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم المثاق بذلك وإنما السلام عليه تذكرة نفس المثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه وبقدر ما يكون الحب متقداً وشديداً متوهجاً وأكيداً في قلب الشيعي المنتظري المعجلي الممهدي من أصحاب مسار التعجيل في الوقت نفسه هناك نفور وبغض بنفس الدرجة لأعداء محمد وآل محمد فمعكم معكم لا مع غيركم في الآية الثانية والعشرين من سورة المجادلة وقد يقرأها البعض المجادلة في الآية الثانية والعشرين بعد البسملة من سورة المجادلة وهي آخر آية فيها لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ما مر علينا في سورة التوبة كان الحديث عن هذه العناوين وهم في حال إيمان وهم مؤمنون ما جاء في سورة التوبة كان الحديث عن آبائنا وعن أبنائنا وعن أخواننا وعن سائر الذين ذكروا وهم مؤمنون الحديث هنا عن هؤلاء وهم كافرون وهم أعداء لمحمد وآل محمد لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم فهم يبغضون لا يوادون لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون هم لا يوادونهم بقدر ما يتقد حب محمد وآل محمد يتقد النفور من أعدائهم أيضا أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون هذه الأوصاف مرت علينا في الناجين من فتنة العراق من فتنة الكوفة من فتنة رايات الضلال قرأت عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول من باب الغيبة إنه الحديث الحادي عشر عن المفضل بن عمار وَلَتُرْفَعَنَّا إِثْنَةَ عَشَرَةَ راية مشتبهة لا يدرى أي من أي لا أريد أن أقرأ الحديث بكامله وإنما أذكركم من أن إمامنا الصادقة هكذا قال لنا لا ينجو في تلك الفتن لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه المضمون هو هو في هذه الآية أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه الناجون إذن هم المعجلون الذين غسلوا قلوبهم من حب أي شيء لا صلة له بمحمد وآل محمد فحب إمام زمانهم حب شديد أكيد متوقد متقد متوهج متلألئ في ضمائرهم في عقولهم وقلوبهم بخلاف ما يتحدث عنه الخوئي والسيستاني وأمثالهما في مواصفات مرجع التقليد حيث لا يشترطون فيه أن يكون شديد الحب لإمام زماننا وأن لا يكون ثابت القدم أن لا يكون تاما في معرفته ممن له ثبات تام في معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه مر علينا كلامهم وقد قرأته عليكم من كتبهم الضالة القذرة الناجون هؤلاء الذين يتوهجوا حب القائم في قلوبهم وفي الوقت نفسه يتوهجوا بغض أعدائه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله حاد الله ورسوله عاداهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من إلى آخر الآية الكريمة إمامنا الصادق وهو يحدث المفضل ابن عمر عن الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي التي سترفع في العراق إنها رايات مراجع النجف وكربلاء رايات الضلال الناجون منهم لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه الناجون هم هؤلاء أصحاب مسار التعجيل الآيات واضحة الروايات واضحة كلمات قرآنهم واضحة كلمات أحاديثهم واضحة هل تحتاجون بيانا أكثر من ذلك ما هي هذه الحقائق تصدع وتصدع من هذه القناة بشكل واضح وصريح هذا قرآنهم المفسر بتفسيرهم وهذه أحاديثهم المفهمة بحسب قواعد تفهيمهم هكذا بايعنا بيعة الغدير فماذا تقولون نذهب ترجمة نانسي قنقر